حيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقس هيكون بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد بسماء للدفء على جنوب سيناء وجنوب السعيد بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء في فرص لتكون ثلوج ليلاً على قمة جبل موسى وسانت كاترين النهاردة فيه أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ أمطار متوسطة على مناطق من إد أهلية وضميات وبرسعيد وشمال سيناء وأمطار خفيفة على مناطق من المنوفية والغربية والشرقية والقاهرة والجيزة والأليوبية كمان فيه نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الغربية وشمال السعيد عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة ونار غيني معوض المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كيمكان حضرتك قلت لنا أن حالة عدم الاستقرار في أحوال الجوية مكملة معنا لنهاية الأسبوع وكمان أن نشاط الرياح أو وجود نشاط الرياح بيحسسنا أكتر بالبرودة كنتينا تفاصيل أكتر عن أحوال التقسي النهاردة خصوصا أنه فيه برد وتكون ثلوج كمان في سانت كاترين يعني هو طبعا بالفعل فيه استمرارية لانتقالفات الجوية اللي بنعيشها منذ أمس وأول أمس وفاصلتا في انخفاض قيم دربات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وده بفعل الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط الكتل دي شديدة تبرودة بشكل كبير نر على البحر المتوسط يحصل فيها بعض التعديلات لكنها طبعا تظلنا منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها كمان وجود ابتداء منخفض جوي متعنى في طبقات الجو العليا مع تبين شديد بيعمل على وجود الصحب المنخفضة والمتوسطة وأيضا الصحب الرعدية اللي بيساعد بشكل كبير على حجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم فبالساعد طبعا على انتصاد قيم درجات الحرارة تعتبر قيم درجات الحرارة لالفترة النهار أقل من المعزلات الطبعية بحواجه من درجة إلى ثلاث درجات أعظم على القاهرة الكبرى متوقع تسجيلها اليوم 16 درجة مقوية لكن طبعا المحسوسة هتكون أقل من كده لو تكون 14 أو 13 درجة مقوية بسبب طبعا وجود نشاط الرياح فأغلب محافظات بالضبط الرياح دايما هي عامل مهم جدا بإحساسنا بالبرد بإحساسنا بالبرد وإحساسنا بإنخفاض قيم درجات الحرارة لأن اليوم كمان سرعة الرياح حتى تروح ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الشمالية فبالتالي أجواء فترة النهار هي أجواء باردة على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد ما إلى للدفتة على جنوب سيناء وجنوب السعيد ده بيكون فترة النهار لكن طبعا كمان فترات الليل معلغية بإحساس شمس مزيد من الإنخفاضات في قيم درجات الحرارة صغرى فترة النهارة المتوقعة لها تكون تسعة درجات فبالتالي أجواء شديدة تبرود في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في ساعات الليل المتأخذ أدرات الصباح الباكر يمكن كمان تكون أجواء فترة في المدن الجديدة الأماكن المسطوحة الأماكن الزهير صحراء وفي شكل كبير وطبعا نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لتحت السسر على جبل موسى أو سمتكة صين هيتكون السدور على مرتفعات سمتكة صين أو فواصل صينة تحديدا بالإضافة كمان استطيع بيتكون على المزرعات الموجودة في وسط صينة أو شمال السعيد أو الحفظة الوادي طبعا اليوم كمان نشاط رياحة يأتي للتراب محركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مرتفع عمواج ما بين 2.5 إلى 3 متر البحر المتوسط غير مؤخل تماما اليوم أيضا لأعمال السيد في الملاحة البحرية ويمكن يتم بالأمس إغلاق بعض المواني نتيجة الاسراب الشديد في الملاحة البحرية بالإضافة طبعا يصار ويمكن احنا الساعات الماضية كان في أمطار بشكل غزيرة على محفظ الأسكندرية أمطار رعضية وغزيرة وكمان يتساقط مع حربات البرد بشكل كثير اللي هاي الكرات التلجية اللي بتتساقط مع الأمطار متوقع استمرارها اليوم طبعا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعضية ومصاحبها حبات البرد على مصروحه الأسكندرية لها السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوكه البحري بتمتد الأمطار بكميات أقل للمحافظات الساحلية متفاوطة الشدمة بالخفيفة إلى متوسطة في جنوب الوكه البحري مدن القناة بعض الأماكن من شمال السعيد خفيفة المناطق أكتر اللي هي موجودة في القاهرة الكبرى لكن تأتيف الأمطار الأكتر بيكون طبعا في المحافظات الساحلية وخاصة في المحافظات الساحل الشمالية الغربية والشمال بالوكه البحري حالة الجوية المتقلبة دي دي ما قلنا في الأول المتوقع في استمرارها لليوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله يعني اللي هي إن شاء الله بعد جفرة إن شاء الله استمرار الأجواء اللي فيها انخفاض بخيم درجات الحرارة الأمطار للتفاوطة في الشدة وكمان نشاط ذريح ومع يوم السبت المصول تبدأ تساعد صراعات رياح في أغلب محافظات المنطرية كميات الأمطار سهل بالإضافة كمان إن خيم ضربات الحرارة بشكل تدريقي تبدأ ترتفع لتعاصل المعاتلات الشتوية المعتادة لكن مهم جدا نحط بنا من كميات الأمطار في المحافظات الساحلية وخاصة في مطروف والأسكندرية والبخيرة وخاصة الشيط لأن كميات الأمطار أعلى المحافظات ليش غليلة تماما باستمرارية لسقوط الأمطار بشكل كبير ويمكن الحمد لله نحن نحن نتكامل منه وبين كل غرفة أزمات وكل محافظة لتفادي الأزمات قبل أن تفصل ومتابعتهم في صور الأمار السماعية وكميات الأمطار وأماكن سقوط الأمطار لكن مهم المواطنين بيخلوا باكموا بشكل كبير أثناء سقوط الأمطار نبدأ عن أعمدات الإنارة الشيطة التهربية الواحد الأماكن المعدنية الموجودة بالشواريع المباني المتحلكة والقيادة تكون بجدوء كامل طبعا الملابس الشيطية على هدار اليوم كله بالإضافة كمان وتكون سيطية سبطيلة طبعا وخاصة فترات المتأكفة فترات الصباح الباكر والمتابعة الجيدة للمشارات الكريمة أكيد طبعا شكرا على نصايا حضرتك وبنشكر حريك دكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تعلو مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات في القاهرة درجة الحرارة العزمة 16 والصغرى 9 وفي العاصمة الإدارية 16-8 الإسكندرية 15-9 والعالمين الجديدة 14-9 مطروح 14-10 ودوميات 16-9 بورسعيد 17-8 والاسمالية 16-9 في السويس درجة الحرارة العزمة 16 والصغرى 8 وفي العريش 16-8 أيضا كاترين 9-0 طابة 16-8 وحلايب 22-15 شلاتين 23-14 وشعرم الشيخ 20-12 والغردقة 20-11 في الفيوم العزمة 16 والصغرى 8 وفي بني السويف 16-7 الوادي الجديد 18-5 وأسيوت 16-5 سهاج 16-5 وإنا 17-7 لؤسر 17-7 أيضا وأسوان 18-8 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة عودة مرة أخرى المستفى ومنا ومتابعة فقرات سبع الخير يا مصر شكرا لك يا هارا على استعراض درجات الحرارة وشكرا لك على تطميننا أن موجة البرد دي حتقل إن شاء الله على نهاية المسبوق إن شاء الله الأرصاد بتقول يا مصطفى مش أنا اللي بقول دكتورة منار لسا عيلا يمجمع إن شاء الله إن شاء الله قوي تحسن شكرا جزيز شكرا لكم